إذا عقل بنا نفجد ولد من أولادنا وإحنا مش رأي مش عبتناش إشي من عند الدنيا بس نظل نحفظ أولادنا أهم من كل إشي بوجه شاحب وصوت مرهق أذكله البكاء تتحدث شيماء عن تجربة الحمل في الحرب فهي التي أتمت شهرها السابع حتى اللحظة لم تجد رعاية طبية كافية وهي التي نزحت أكثر من مرة مع أطفالها وتعيش ظروفاً قاسية مع استمرارية الحرب التي دمرت عشرات المباني الطبية والعيادات المتخصصة ما حرمها من فرصة الحصول على المتابعة الطبية والعلاج أنا عندي أصلاً مشاكل ولحتى الآن مش ملاقى العلاج اللي أنا بتابع إله لا من فتامين ولا من العلاج اللي أنا لازم أخذه للصمام في القلب عندي مشكلة بالصمام عندي غضروف عندي لازم أكون مخدر إبرة تحت الكلة تحت الشهر السابع حتى الآن أنا مخدتهاش رحنا على الهلال ورحنا على العودة ورحنا أماكن تانية كثير مش موجود العلاج ولا متوفر أما عبير فقد حالفها الحظ بوضع مولودها قبل أسبوعين لكن دون أي فحص طبي أو رعاية أولية ضيلة أشهر حملها لتبدأ رحلة جديدة من المعاناة في الحصول على رعاية ما بعد الولادة أو حتى الحصول على تطعيمات الأطفال والمواليد كغيرها من النساء الحوامل والمرضعات والتي يفتقدنا الآن لأدنى مقومات الخدمات الطبية الحامل ما كنتش كنت رح على العيادة اللي في رفاح فش فيها ولا نوع ولا أدوية ولا حديد ولا فلك أسد ولا إشي أجد موعد ولادتي تعزمت كمان بالولادة ولما رحنا كمان تعزمنا وبعدين نزحنا أكتر من مرة لما حتى نتلت مرة أحجز للتطعيم وإبرت الأسبوع ما أدتاش بهذه الخيام الممزقة والملابس الرثة والحالة النفسية والجسدية تواجه نساء غزة ظروف الحرب المؤلمة حيث كان لهن منها النصيب الأعظم فحالة النزوح المتكرر وفقدان الأمن والاستقرار وانعدام الأمن والخدمات الطبية بكافة أشكالها وضعت النساء في مقدمة المتضررين من هذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر ليبقى السؤال مفتوحا كيف ستنتهي الحرب وبأي آثار على النساء خول الخالدي الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر